كان أستاذ دياء وخليني أخد النقطة دي الأستاذ ناجي كان أستاذ دياء في تلخيص كده في جزء من الجلسة أتكلم عن مثال البونتستاك أو البرلمان الألماني وكيفية عملية تمويل الدولة للأحزاب إما من خلال عدد الأصوات أو من خلال عدد أو شكل استمرارية هذا الحزب بي أعضاء في البونتستاك أو البرلمان كان أي مقترح حضرتك أو حزب الجيل بالنسبة لعملية تمويل الأحزاب المصرية لأنا كنت رافض الدعم المالي ولكن كنت معا أن الدولة دعم الأحزاب عن طريق إيجاد مقارات لها في العاصمة وعاصمة المحافظات لأننا شايف أن الدعم المالي يمكن يفتح لنا أباب أخرى أباب فساد ومحاسبات والنيل من قيادات الأحزاب فخلينا نستخدم المال فين؟ نستخدمه في إجارات مقارات ثم الدولة يجبين المقارات وإحنا علينا ندفع مرتبات العمال والعاملين فيها في المقارات والأنشطة ونخلل الشراكات أنا كنت في سنة 84 كنت أمين صندوق حزب العمل وكان الدولة بدينا دعم 100 ألفين في السنة وكان يبيد دينا ألفين فرصة حج يعمل حج يعني بالتكلفة نعم بعد ذلك الدولة قدلت التمويل للدعم لخمسين ألف وقالت بقى النقطة دي بقى اللي نسأتك أصرتها حالا أن ده دعم كل حزب في البرلمان لنائب بألف جنيه في السنة معنا كلام ده كان الحزب الوطن اللي فاز بالجائزة الكبرى وإحنا أحزابنا اللي لنا نائب أو ملناش فازية تو الواضع تغير وأعتقد يا فندم الأمر ده مهم فكرة استمرارية الأحزاب إيه دور الأحزاب في الحياة السياسية أو في المشهد السياسي عشان أنا ندعمه خليها نعترف طب ليه من لين ندخل هذا الباب أساسا؟ ليه ندخل أساسا؟ عشان نشيل من على بعض لأنه في بعض الأحزاب يا فندم بيقول أنه مكانهم مش موجود في الشارع ده يخلينا ده يخلينا ده يخلينا نقول بقى أن الأربعة وثمين حزب السياسي عدد كبير جدا وعلى الأحزاب المتقربة يعني فيه قراءة تانية بتقول أن الشارع المصري يستحمل أكتر من هذا العدد ما هو ألف بس في النهاية اللي عنده القدرة المالية والمالية المالية يموجود واللي عنده الشراكات أعضاء ومعصول العضوية دي مش استمرارة ملاها وامشي العضوية لها تكلفة وعضوية لها ليه شراك ده أحريك عارف أنه في بعض الناس بيتقدم العضوية بلاش علشان تاخد التصريح في الأول نعم ما هو نحن بكلم عن خمس تلاف خمس تلاف لا ده موضوع تاني موضوع التأسيس التأسيس الحزب موضوع تاني ده بيتفعوا كمان لهم كمان لما أنا بكلم عن حزب قائم وبيشتغل نعم وعنده اشتراكاته وعنده موارد المالية الخاصة المحدودة ولكن اللي ممكن اللي ممكن تنفق على المشاط ومع ذلك مش ديئة المشكلة الوحيدة في الأحزاب السياسية لا مش المشكلة يعني ليس لمشكلة التمويل اللي البعض أصارها هي المشكلة الوحيدة لأنني بأعتبر مسألة تهيئة المناخ في الحياة الحزبية هو قضية الأهم لنا الأحزاب السياسية اللي لها برنامج اللي لها رؤية اللي بتستهدف أن هي من خلال انتخابات حرى نازية هيبالها نواب